جدل كبير أثارته حادثة اغتصاب طفلين من قبل رجل دين يدرس القرآن للأطفال في دورات حفظه بأحد مساجد مدينة الرمادي حقوقيون أشاروا إلى أن الحادثة ليست الأولى في العراق مؤكدين أن هناك أكثر من ألف حالة اغتصاب لأطفال وقعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة حسب الأحصائيات الحكومية الرسمية فإن هناك أكثر من ألف حالة سجلت خلال فترة زمنية قصيرة وبالتالي أعتقد أننا أمام ظاهرة سلبية جديدة أو مرض نفسي أصاب بعض ضعف النفوس لحقيقة يوقعوا مثل هكذا ومرسات على الأطفال مجلس القضاء الأعلى في الأنبار رفض الإدلاء بتصريحات صحفية مكتفيا بحكمي السجن المؤبدي الصادرين عن الهيئة الأولى في محكمة جنايات الأنبار في الثاني عشر من الشهر الجاري بحق مرتكب جريمة اغتصاب طفلين تراوحت أعمارهما بين السادسة والثانية عشر ربيعا فيما طالبت أوساط شعبية بتغيير قرار الحكم وتحويله إلى الإعدام فجأنا بقرار محكمة الأنبار بالحكم على المدان اللي هو أمام جامع كان هذا القرار يحتاج إلى أشد بعض بعض العقوبة يعني هذه العقوبة مؤبت هذه يتأمل بعد سنة بعد ستة شهر سنتين يجي أعثى يجي بدل شنهو هذا باشر يطلع هذا مؤسسة الحق لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها من تفشي ظاهرات العنف الموجهي ضد الأطفال داعية إلى تطبيق أشد العقوبات القانونية بحق مرتكبيها لو أن يحدث مثل هذه الانتهاكات الجسيمة تصل لحد العنف الجنسي تجاه الأطفال في مواقع يفترض أن تكون هي أماكن أمان وحماية للأطفال وتنشئتهم بشكل صحيح للأسف مثل هذه الأفعال ستضعف الثقة كثيرا خاصة بين الأهالي وبين هذه المنظومات التي تحتاجها المجتمع سواء منظومة دينية أو تربوية وتعز منظمات حقوقية أسباب ارتفاع معدلات الاقتصاب في البلاد إلى انتشار المخدرات وعزوف الشباب عن الزواج نتيجة الظروف الاقتصادية وتعتزم أوساط حقوقية وثقافية واجتماعية تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء للمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة بحق مرتكبي جريمة الاقتصاب محمد الجميلي الحرة محافظة الأنبار